الكسكيتة السيقر امرأة على حافة الطريق تبكي وتصرخ في وجه رئيس الحكومة سيد احمد غزالي جبته وقتلته في 22 نوفمبر 1963 اطلق ليهارفي اوزوالد النار على الرئيس جون كينيدي في مدينة دولاس الامريكية في 29 من شهر جوان 1992 اغتيل الرئيس محمد بوظياف اثناء القائه خطابا في قاعة المحاضرات بدار الثقافة في مدينة عناب مقتل رئيس الدولة اثناء حكمه هذا وجه التطابق الوحيد الذي ستجده بين الجزائر والولايات المتحدة محمد بوظياف الذين فاهوا بنبلوا بمدينة ابو تفليقة بعد الاستقلال من الجزائر كان يردد دائما لا امل في الجزائر لقد اخذتها اياد غريبة عن الثورة بوظياف قذ قرابة ثلاثة عقود في منفاهب المغرب يبيع الطوب ومواد البناء جنرالات الانقلاب كانوا يبحثون عن شخصية تاريخية تضفي على عودة الدبابة والكلاشنكوف الى الشارع الجزائري قليلا من المزداقية لعل تجربة محمد بوظياف في بيع مواد البناء بعدت فيه امل بناء الجزائر من جديد وتحقيق حلم السلطة الذي منعته جماعة وجدة من تحقيقه بعد ان حطت الحرب اوزارها في 1962 ولكي يبرهن للعسكر الذين اتوا به انهم احسنوا الاختيار سرح بملء فيه انه لن يتردد في وضع ثلاثة ملايين جزائري في معتقلات الصحراء ان تطلب الامر ذلك الاحصائيات انذاك كانت تتحدث عن ثلاثة مليون مناصر للجبهة الاسلامية للانقاذ خالد نزار وبتشين والعماري وبالخير جرالالات ما في القهوة والزيت والدوى والمفرقعات كما سماهم الشارع الجزائري وعلي هارون محامل انقالبيين ومهندس محتاجات الصحراء اين سجن الالاف من الجزائريين في منطقة رقان التي قام فيها المستعمر الفرنسي بتجاربه النووية جميعهم ظنوا عبثا انهم سيتحكمون في هذا الشخص الذي انقطع عن البلاد امدا طويلة ولا يعرف عن خبايا الحكم في الجزائر الا شيء القليل لكن الرجل اراد ان يبرهن لشعب الجزائري ولرأي العام الدولي انه ليس شبه رئيس ففتح ملفات الفساد في البلاد وبدأ في شن حرب ضد سياسة المحابات والمعرفة والكوبناج فحارب رفاقه الذين اتوا به فقتلوه بدم بارد قسط بو معرفي الضابط الذي يزعم انه قتل محمد بوذياف وانه قام بالعملية بمفرده لانه يريد حماية الجزائر من العدو الخارجي الذي يخطط لتقسيم البلاد سيناريو صعب الهضم نوعا ما للأسباب التالية اولا اشهادات المتطابقة من الذين كانوا في قاعة المحاضرات بدار الثقافة بمدينة عنابة اين اختول الرئيس الكل يجزم بوجود شخص نرم القنبلة اليدوية وشخص اخر اطلق الرصاص على الرئيس هذا ما يسقط فرضية العملية الفردية لاغتيال الرئيس محمد بوذياف ثانيا غياب الكثير من كبار المسؤولين في الدولة ثالثا لأول مرة في تاليخ البروتوكول الرئاسي يعين ضابط لحراسة الرئيس ليلة سفره بمعرفي عين ضمن فرقة حراسة الرئيس ليلة سفرية بوذياف الى عنابة رابعا رئيس محكمة عنابة كان في عطلة مرضية خامسا طيار الهليكوبتر المخصص للإسعاف التي كانت جاثمة على مطر عنابة لم يتلقى اي خبر باغتيال الرئيس سادسا محمد بوذياف وصل الى المستشفى العسكري عين النعجة على الساعة الخامسة الرصاص الذي ارده قتيلا اطلق على الساعة الحادية عشر وخمس وثلاثون دقيقة سابعا بوذياف كان اخر المصابين الذين نقلوا الى المستشفى على متن سيارة اسعاف مهترئة ثامنا اطلق الرصاص على سيارة الاسعاف التي كانت تنقل الرئيس المغتال تاسعا صدور امر بعدم اختصاص القضاء المدني الذي تكفل بالقضية واحالة القضية الى القضاء العسكري عاشرا لم تتم حاسبة لا اطر مدني ولا ضابط عسكري ولا اي ضابط من جهاز المخابرات الذي نظم زيارة الرئيس لعنابة وكان مسؤولا عن امنه محمد بوذياف الذي حضر حفل زفاف نجله الطيب بالمغرب رغم قرار الجنرال مدين منعه من السفر يكون قد امضى قرار تصفياته بنفسه هذا ما تداولته الاوساط المطلعة على ملف اختيال رئيس بلد بحجم الجزائر تصفية سجلتها كاميرات التلفز الوطنية للتاريخ كان سيد احمد اغزالي رئيسا للحكومة حينما قتل بوذياف التقى به في جناف مرة فسأله هل الجنرالات هم من قتلوا بوذياف فرد عليه يجب ان تعلم بان هناك حاكم فعليون للجزائر ليس هو الحاكم الطبيعي من هو هذا الحاكم تفق ضحك صاحب ربطة العنق الفراشة كما يسميه الجزائريون ثم قال الامر اكبر من كل الجنرالات يا ولدي اتدري لماذا منعوني من الوصول الى الحكم لماذا لانهم يعلمون انني لا اسرق كل المسؤولين الذين التقى بهم خارج البلاد مساكين يملكون شققا فاخرة مقابلة لبرج ايفل في باريز يملكون فنادق في اكبر العواصم الاوروبية في ارقى الاحياء لكنهم يعتبرون انفسهم مساكين بالنسبة للجنرالات الذين اختلسوا الملاير كم من سفر على اليمين في المبلغ المختلس يجب ان نضع لكي تصبح سارقا في الجزائر ضباط فرنسا قرروا تصفية بوذياف لانه ادخل انفه خنشوشه كما يقول الجزائريون في ملفات فساد واختلاسات خطيرة جدا اسر اليه احد الضباط مرة ان احد الجنرالات طلب من ضابط سامي في الجيش ان يبحث له عن رجل من فرقة التدخل السريع التابع للقوات المسلحة شرط ان يكون ضابطا مخلصا لا يخشى الموت من اجل بلاده وقع الاختيار على ابو معرفي الذي خضع لغسيل دماغ لاكثر من شهرين خلص في نهايتها ان بوذياف سيبيع الجزائر لقوى اجنبية ستقسم البلاد وتنهب ثرواتها خلال التمرض الجماعي لمساجين سركاجي كان ابو معرفي من بين المتمردين مع الكثير من مساجين الفيس سارع الجنرال نزار الى السجن ورفع سلاحه في وجه عبدالحق لعيادة احد امراء الجماعات المسلحة الجهية قائلا له لو يموت بو معرفي ساقتلك بنفسي لماذا يحرص الجنرال نزار على حياة قاتل الرئيس بوذياف بو معرفي اليوم في زنزانة فردية في جناح خاص بشخصية الكبيرة لا يرفض له طلب حتى قطته سمح لها بالعيش معه مرة مرضت المسكينة فجاء بطبيب بيطاري في منتصف الليل لفحصها هذه قصة بو معرفي الذي كان الجنرالات يتحكمون فيه عن بعد دون ان يلتقي باحد منهم بو معرفي قام بتنفيذ مخطط جهنمي نسجت خيوطه المافيا التي كانت تحكم البلاد من وراء ستار من وراء ستار هكذا تم اغتيال الرئيس محمد بوذياف الكسكيطة الخامسة الكل يعلم ان الجيش هو من يعين الرئيس في هذه البلاد خالد نزار من حكم الجزائر بعد اغتيال بوذياف عسكري طبعا علي كافي قبعة عسكرية اخرى تحولت الى ربطة عنق لتحكم الجزائر بعد اغتيال الرئيس بوذياف كافي الذي كان عقيدا في صفوف جيش التحرير تقلد مناصب ديبلوماسية عديدة ليصبح سفيرا لدى العديد من الدول العربية فكان سفيرا في لبنان ومصر وسوريا وتونس لذا اعتبره الكثيرون بانه خارج دوالب الحكم في الجزائر لتنقله الدائم بين العواصم العربية في عهد الرئيس شادلي انهيت مهام كافي الدبلوماسية ليصبح امينا عاما لمنظمة المجاهدين التي كانت ولا تزال محل نقد من طرف الشارع الجزائري لما يحوم حول هذه المنظمة من شكوك وضابابية في التسيير ولكونها تلتهم كل عام ميزانية دولة افريقية باكملها لكن الامر الذي لا التخاص مع هذه المنظمة هو العدد الرهيب للمجاهدين المزيفين الذين التحقوا بثورة سويعات قبل الاستقلال وهم اليوم ينعمون بمساعدات كبيرة وامتيازات واسعة تمنحها لهم الدولة وفي نفس الوقت لا تزال ملفات ارامل الشهداء عالقة لتبقى عائلات العديد من المجاهدين الحقيقيين تعيش في الاكواخ القصدرية لا تحتاج حسب القانون الجزائري سوى لشهادة مجاهدين اثنين لتصبح مجاهدا اخرج فرنسا وحرر البلاد لهذا السبب تعالت اصوات هنا وهناك تندد بالشهادات الكاذبة وبالالاف من المجاهدين المزيفين الذين انضموا بالمحابات الى منظمة المجاهدين التي كان كافي امينا عاما عليها لم يكن للرجل اثر يذكر في الحياة السياسية للبلاد طيلة الثلاث سنوات التي قضاها على رأس البلاد ذلك لان الجزائر كانت تحكمها الغرفة السوداء كما سماها ضابط المخابرات السابق هشام عبود في كتابه مافيا الجنرالات هذه الغرفة التي كان يمثلها الجنرال خالد نزار في المجلس الاعلى للدولة الذي سير شؤون البلاد بعد توقيف المسار الانتخابي لم تكن للرئيس غير المنتخب اي صلاحيات تذكر سوى الامضاء على القرارات التي يتخذها المجلس الاعلى والتي كانت في معظمها تتضمن سياسة الامنية لمحاربة الارهاب والجماعات المسلحة هذه الجماعات التي تعددت اسماؤها وتوسعت رقعتها في عهد كافي سيطر ضباط فرنسا وعلى رأسهم نزار كليا على دوالي بالحكم في الجزائر في عهد كافي كذلك رهبت سرايا الموت الشعب الجزائري فاختسبت حرمات المواطن بلا رادع وانتهكت أعراض الناس ليلة نهار ودمرت المنازل وأحرقت الممتلكات وشردت العائلات وذاق الشعب الويلات على يد أشرار يحميهم القانون ويتنقلون على متن سيارات بدون أرقام للتاريخ وللأمانة كان للرجل موقف يحسب له كونه تصدى بقوة للعهدة الرابعة لبوتفليقة وذهب إلى أبعد من ذلك حينما نعته بالسارق في تصريح الناري بثته وسائل الإعلام الجزائرية كما دع الشعب الجزائري إلى رفض بوتفليقة الذي أصبح ديكتاتوريا بعد أن اختصب الدستور وختم تصريحه الذي بث أياما قبل وفاته رحمه الله قائلا لا يمكن لسارق أن يحكم البلد لكن صرخة كافي لم تكن كافية لإيقاف بوتفليقة الذي ترشح لعهدة رابعة وفاز في الانتخابات الرئاسية ليصبح بذلك أول رئيس في تاريخ العالم المعاصر يفوز برئاسة دولة دون أن ينشط أي حملة انتخابية أو يخاطب الشعب أو يتفوه بكلمة واحدة من على كرسي متحرك الكسكتات السادسة الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة سعد زغلول الجنرال يمين زروال حكم الجزائر عندما كانت البلاد دما ونارا وهو أول من طرح فكرة التفاوض مع الجماعات المسلحة لإخماد نار الفتنة في البلاد لكن أبو تفليقة تبنى هذه الفكرة فيما بعد لتصبح برنامجه الوحيد في كل حملاته الانتخابية زروال رجل شاوي لا يقبل الإهانة لذا رفض استقبال الرئيس الفرنسي جاك الشراك لأنه وضع شروطا مهينة ليلتقي به كما وقف موقفا صارما تجاه العديد من قرارات ومطالب صندوق النقد الدولي وعندما رأى بأن الضباط فرنسا يؤثرون سلبا في العديد من الملفات الأمنية دون استشارته فضل الاستقال ودعا لانتخابات رئاسية مسبقة فاز بها عبدالعزيز بوتفليقة بمباركة الضباط بومديان الرئيس زروال جو بها بحملة شرسة لتقزيم دوره في حكم الدولة حملة يسير خيوطها نزار وأصحابه لم تكن هذه المرة الأولى التي يحتدم فيها الصراع بين الضباط فرنسا فعندما كان قائدا للقوات البرية بقيادة أركان الجيش الجزائري في عهد الرئيس شادلي لقى مشروعه في تحديث الجيش الجزائري وإعادة هيكلته عراقيلة ومصاعب من طرف الجنرال نزار أحد أعمدة للدف الضباط فرنسا الذين فروا من دفعة لاكوست شادلي دفعه ولاءه لبومديان الذي حمى الضباط فرنسا طلة حكمه إلى إرضاء نزار على حساب زروال الذي استقال من منصبه عاشة الجزائر في حكم زروال انزلاقا أمنيا رهيبا لا يمكن أن يتحمل تبعاته بمفرده لتعدد الأقطاب الحاكمة في البلاد وتنامي الإرهاب وكثرة الجماعات المسلحة المتناحرة فيما بينها سواء المخترقة أو غير المخترقة كما أنه مستبعد أن يكون الرئيس الدولة يجهل أن أجهزته الأمنية كانت تعذب المواطنين المحسوبين على الفيس والجماعات المسلحة في مراكز بن عكنون وشاطنوف بالعاصمة وفي زنزانات الثكنات العسكرية بابن مسوس ودل إبراهيم وتصفي جسديا من تشاء خارج نطاق العدالة سنحت للجزائر فرصة لتضميد جروحها وإخماد النار التي أتت على الأخضر واليابس في البلاد تمثلت في عقد روما الذي حضره علي يحيى عبد النور وعبد الحميد مهري وحمد بن بلا وأيت حمد وأنور هدام ومحفظ نحنا وحمد بن بلا وعبد الله جاب الله والويزة حنون أي كل ما تعرف الجزائر من شخصيات وأحزاب سياسية مثلت في هذا اللقاء تحت رعاية جماعة سانتيجيديو الإيطالية هذا العقد الذي ينص على عودة الفيس وإطلاق صراح قادته كما ينص على العودة إلى دستور 1989 وفتح النشاط السياسي وتكريس التعددية الحزبية في البلاد لكن الطيار الاستئصالي وعلى رأسه رضا مالك وضباط فرنسا ضغطوا على زروال الذي رفض عقد روما بذرعة أنه مسير من طرف آياد خارجية وخسرت الجزائر فرصة حوار جاد وبناء لم تتح مرة أخرى لكن سيكتب التاريخ أن اليمن زروال هو الرئيس العربي الوحيد الذي استقال طواعية من الحكم وعاد ليعيش ببساطة في بيته المتواضع بمسقط رأسه بمدينة بيتنا شرق الجزائر رافضا سيارة المرسيدس التي سلمت له ومفاتح الفيلا التي وضعت تحت تصرفه في أعالي العاصمة الجزائرية الجزائر الجزائر ألف وحد عشر سنوات مرت على تلك الليلة التي تسلل فيها خارج البيت وركب في سيارة الأجرة التي قادته إلى مطار الجزائر كثيرة هي المرات التي أحس فيها بالحنين إلى والديه وإخوته لكنه كان يعيش في باريس بسرعة الضوء لا يتحكم فيه الزمان والمكان كان يعيش للحب ومن أجل الحب كل شيء غير ذلك كان بالنسبة له مضيعة للوقت كلمه أخوه من جنيف وطلب منه إن كان يريد السفر لأداء مناسك العمرة مع أمهما كانت فكرة رائعة كم من مرة تمنى السفر مع أمه إلى الحج في الغد كلم أخاه واعتذر منه لن يستطيع مرافقته لقد قرر السفر إلى الجزائر لقضاء عيد الفطر هناك لماذا هذا القرار المفاجئ حتى هو لا يدري كان لديه إحساس غريب بأنه يجب عليه أن يزور أباه كان عم الحواس رجلا متواضعا عنده دكان صغير يبيع فيه الكتب القديمة في الطائرات تذكر أباه وهو يمسك بيده ويأخذه في أول يوم إلى المدرسة الابتدائية كان يمسح دموعه ويقول له لا تخف ستعجبك المدرسة تذكر تلك الحادثة الغريبة حين زار معلمه أباه في دكانه وقال له ابنك تلميذ رائع سيكون له مستقبل كبير تذكر صوت أخته المشاكسة وهي تحكي له هذه القصة في الهاتف عندما أصبح اسمه على كل لسان في المدينة وأصبح برنامجه الأسبوعي يؤرق كبار المسؤولين في البلاد تذكر أيام صباه عندما كان يزور أباه في الدكان ويشرب زجاجة البيبسي التي كان يشتريها له من المقهى المجاور تذكر رائحة أباه مزيج من المسك ورائحة جميلة أخرى لم يشمها في شخص غيره لعلها رائحة الصدق والإطمئنان كم من مرات التقى بطلبات من مدينته كانوا يدرسون في باريس أو لندن كانوا يسألونه إن كان ابن ذلك الشيخ الذي كان دائما يقرأ في دكانه كان يجيب بفخر نعم الشيخ الذي كان دائما يقرأ في مكتبته الصغيرة هذا هو الكنز الوحيد الذي ورثه من أبيه وصل إلى البيت ليلة آخر جمعات من رمضان لذلك العام عم الصراخ البيت عمي جا عمي جا سلم على الجميع ثم احتضن أخته التي قبلته بعنف في فناء البيت ثم ركضت لتخبر أباه أخبرته أخته بعد أيام أن أباه رد عليها قائلا أقد جاء لي يدفنني توفي والده في اليوم الموالي جلس معه على السرير الذي كان ينامان فيه وهو طفل صغير أمسك بيد أبيه رفع له أصبع الشهادة وأقر بالشهادتين في مكانه هامد جسد أبيه الذي أصبح باردا كالثلج صرخ في وجه أخته أن تكف عن الصراخ والعويل قرأ قليلا من القرآن ثم قبل وجه أبيه طويلا وذهب إلى الصالون وأخذ سماعة الهاتف وأخبر الجميع بأن أمي الحواس قد مات أصعب شيء كان إخبار أمه التي كانت في العمرة مع أخيه أسبوع بعدها أصر إليه أخو أنه عندما سمع بالخبر بحث عن أمهما في كل مكان بمكة فلم يجدها فقرر في آخر النهار البحث عنها في الحرم المكي فوجدها متشبثة بستار الكعبة تبكي ماهو إن كنت بحث عنك في كل مكان واش الحواس مات ردت عليه أخذها في حضنه وبكي طويلا في أطهر بقعة على وجه الأرض بكي لموت أطهر رجل عرفه في حياته كيف علمت أمه بالخبر لعلها لغة لاسلك القلوب ويفي المودة قطار الجبال يقودني كل ليلة إلى بستان عالي في خضرة وأمان وماء جاري وأحن إلى رائحة أمي وقطعة كسرة معجونة بزيت الزيتون وقدر حسائي أحن إلى أبي راجعا من سوق الخميس البعيد وإلى يديه الراهفتين تحملان قفة يطل من أعلاها رأس ديك رومي وفي آخر النهار يجلس أبي ليحتسي قهوته بالقرب من قطنا النائم تحت فرن الدار أحن إلى تلك الليالي المظلمات أين ينقطع فجأة طيار الكهرباء هناك يتحول أبي إلى ممثل رائع يحملنا بخياله تارة إلى قصور وحدائق فيها عيون وأشجار رماني وتارة إلى حروب أدبية فرسانها مدح وهجاء وصولة شجعاني إلى طرائفة بكينا ضحكا أبطالها رفاق شبابه وهم يتلعبون ببائع الكتاني وأغمض عيني لأبحر في ذاكرتي بحثا عن ذلك الدكاني قضى فيه أبي ثلاثين عاما يبيع كتبا مرقعة أو يقرأ تفسير المعاني وفي المولد يأتينا بشموع ملونة وبخور وعطر أقحواني ويوقظني مراقب القطار وأعطيه تذكرتي بعد ثواني ويدعوني بشكر ديبلوماسي وأبغضه لأنه أعادني إلى زماني مات أبي في الشتاء وأصبح دكانه تبغا وكبريتا وأشرطة للأغاني وكلما اتخذتني بنيتي حصانا لها وأنا ساجد للرحمن تذكرت ذلك الشيخ البسيط الذي لازم صوته آذاني بات أبي في الشتاء وفجأة انقطع تيار الكهرباء تذكرت ذلك الشيخ البسيط